نأتي بقى للحياة الفتاة الكوبتية اللي كنا أعلننا عن اختفاءها مارينا فريد الحمد لله رجعت بالسلامة عندها 25 سنة كانت من منطقة منطايب شبرى الخيمة كانت مختفية من يوم الخميس اللي فات وهي عادت أول أمس يعني بعد ما خلصنا الحلقة يوم الأربع يعني كده تعتبر كأنه أسبوع على اختفاءها الأسرة كانت طبعا أعلنت محاولة العصور عليها وكل حاجة وزي ما متعارف أنه الحقيقة بعد عودتها مفيش أي تعليق من الأسرة على تفاصيل هي كدهين أو كده ولكن بنشكر ربنا الحمد لله على عودتها ونتمنى أنه يسود السلام والطمأنينة والاستقرار في كل بيوتنا إن شاء الله بنونعي أيضا نياحة الكمس جرجس منصور باسيلي والأنباء إسحاق بيعزي مترون طنطة وطبعا تعزياتنا أيضا من قبل قناة الكارما لكل اللي تنيحوا كل اللي راحوا الأيام اللي فاتت الكمس جرجس منصور باسيلي وزي ما قلنا طبعا أنه الأنباء إسحاق بيعزي مترون طنطة بالنسبة لي عندنا أيضا وفاة المهندس سامير قزمان خادم أمين ورئيس مجلس كنسة القديسة العدرب مارين بأرض الجولف وهو من رواد صناعة الأقمشة في مصر رئيس مجلس دورة شركة قزمان للغزل والنسيج الحقيقة له خدمة كبيرة جدا وكان برضو من الخدام البارزين بالنسبة لخدمة الرعا وأم النور خدم كنسة المقدسة بكل أمانة وبر بمحبة وبزل وتواضع إلى النفس الأخير نياحا لروحي الطهرة في فردوس النعيم وبنصلي من أجل الصبر والعزاء لكل أسرته وكل محبي أيضا نياحة الدكتور فايز باسيلي مقار شقيق الأنباء ديمتريوس حيث رقد في الرب الخميس 18 يناير الدكتور فايز باسيلي وهو طبيب أسنان الكديس بابا كرولوس السادس وكبير أسرة باسيلي مقار وشقيق نيافة الحبر الجليل الأنباء ديمتريوس بنقدم العزاء لنيافته والعزاء لكل أسرة رحلهم عزيز عليهم ولا ننسى أن نصلي من أجل كل المرضى وكل الحقيقة اللي في مستشفيات وحالتهم خطيرة بنرفع صلوات أيضا من أجل طانت أمجاد والدة الأستاذ سامول الحقيقة بنصلي هي في المستشفى وبنصلي من أجل كل مريض ومريضة في أي مستشفى وبرضو الطفلة أنجلينا لسه في المستشفى وبنصلي من أجل برضو يعني كل فعلا كل اللي هم بجد يعني محتاجين صلوات حضراتكم بالنسبة لمعاجزات شفاق بنصلي من أجلهم وربنا كده يمد إيده بمعاجزات لسه يعني زي ما بلقول هو إلهنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد طيب أعتقد معنا نهاردة حالة إنسانية مش كده الأستاذ ماجد من الإسماعيلية أهلا بيك معنا يا أستاذ ماجد أهلا بحضرتك طيب أنا فهمت أن حضرتك محتاج مبلغ ومبلغ مش كبير عشان تعمل مشروع ممكن تقول لنا حضرتك إيه الحالة اللي انتو بتمروا بيها أنا فهمة برضو أن انتو عايشين في مكان مفيش البيت مفتكر لحاجات كتيرة قوي فقل لنا حضرتك الظروف اللي انتو بتمروا بيها هتفضل أستاذ ماجد انتو سبع أفراد وبتقول مين متوفي معليش ممكن الصوت يعلى زمالي شوية اتفضل ماشي أبويا متوفي وانا ما معايش قرصة ولا مهنة انت عندك كم سنة حضرتك؟ خيز ماجد عندك كم سنة؟ عندي أربع ثلاثين سنة طيب ما عندكش أي مهنة ولا أي حاجة ودلوقتي انت بعد ما والدك توفى مسؤول عن الأسرة كلها اللي هم سبع أفراد طيب طيب والدتك موجودة واخواتك يعني الأسرة دي عبارة عن والدتك واخواتك؟ طيب تمام بنات كلهم بنات؟ طيب طيب ماشي فكنت عايزة أعمل مشروع بحيث ان انا يعني أساعدنا بساعدنا تمام انت محتاج تعمل مشروع ايه وهيتكلف قد ايه تقريبا؟ هو الصوت بيقطع شوية انا اسفة معليش اقول تاني أستاذ ماجد انا مش سامع حضرتك عايزة ماشي بو طيب ممكن تتحرك شوية لان تقريبا الشبكة شبكة الانترنت او شبكة المحمول مش كويسة فلو ممكن بس تتحرك كده شوية حضرتك مشروع ايه معليش؟ مشروع تربية دواجن مشروع تربية دواجن محتاج قد ايه فلوس للمشروع ده؟ محتاج ستاشر الف ستاشر الف جنيه يعني انت درست الدنيا ولقيت ان انت محتاج ستاشر الف جنيه عشان تعمل مشروع الدواجن ايه عشان عايز اشتري العلف من المصنع تمام وعندك المكان اللي هتربي فيه يعني في بيتكو في البيت عندكو ايه عند ال طيب لا ان شاء الله المبلغ قليل ممكن تحسبولنا يا جماعة بالدولار معليش هتبع سعر البنك مش سعر السودة ده المبلغ المبلغ قليل جدا جدا يعني ان شاء الله يجيلك على طول يا استاذ ميجد بإذن الله ربنا يبارك لك يعني في القسرة وربنا ان شاء الله يوقف جنبك بالنسبة انا متأكدة انه هيجيلك المبلغ النهاردة ستاشر الف جنيه مصري يا جماعة محتاج ان هو يعمل مشروع تربيه الدواجن علشان يصرف على على نفسه وعلى قسرته هم سبعة افراد بعد موالده توفع ومعندوش اي دخل خالص الكنيسة تأكدنا منهم وقالوا انهم بيساعدوهم طبعا بمبلغ قليل لكن مقدروش يصدوا كل الاحتياجات فبالنسبة له عايز يعمل المشروع ده ويا رب يوفقك ان شاء الله بعتذر بس عشان الخط ما كانش واضح لكن بإذن ربنا هنتواصل معك وأكيد هيجيلك المبلغ ده النهاردة يا استاذ ميجد ربنا يكون مع كل حد وزي ما بنقول كده انه فعلا مجتهد اي حد يا جماعة ما عندوش مصدر رزق ويحاول يفكر في مشروع دي بتكون احسن حاجة وربنا يوفق طبعا اي حد يفكر في اي مشاريع مشاريع صغيرة شكرا